من التزم السلفية حصل الخير كله وحصل أجرا عظيما وفيرا كبيرا لأنه لزم هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشراجا نستضيء بها في حياتنا الدينية والدنيوية والتي نؤسر الله عز وجل أن يجعلها كلمة سديدة مباركة نافعة تعيننا على ما نتبين به لله سبحانه وتعالى ونسير به على هذا الصراط المستقيم هذه الكلمة بارك الله فيكم المختصرة تعلق بأمر عظيم جدا في حياة المسلم التي ينتفع بها في دينه وفي آخرته فهذه الكلمة بعنوان اتباع منهج السلف الصالح فضل أهميته ونحن ذلك فهذا الأمر بارك الله فيكم ينبغي الاهتمام به كثيرا لكثرة السالكين الطرق الملتوية في هذا الباب لأن الله عز وجل عندما بعث رسوله بالهدى وذين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون بينا الله سبحانه وتعالى الطريق الصحيح الموصل إليه سبحانه وتعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام والنبي الكريم عليه الصلاة أوحى له ربه سبحانه وتعالى به فهذا الأمر هذا الدين كما شاهدوه وعيشتوه وعاصروه من نبيه أبيه أحبه أن الله عز وجل على نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام وكذلك اتفق المسلمون في جميع أن الله عز وجل أوحى لنبيه الحكمة التي هي السنة التي هي المصادر التي يستغطي المسلمون منها هي الكتاب والسنة الكتاب والسنة فينظرون ما الذي ورد في كتاب الله عز وجل فيمتثلون فيمتثلون ولا يفرقون بين هذا ولاك لأن الله النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال ألا إني أوتيت بالقرآن ومثله معه ومثله أنه مثله السنة مثل القرآن فيما يتعله التنزيل أو في الحجة والبيان إلا أن القرآن يتميز أنه كلام الله عز وجل حقيقة وأن السنة هي قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بما أوحاه الله سبحانه وتعالله ولهذا قال جل وعز وما ينطق على الهون إني أوتيت القرآن ومثله معه أي في الحجة وأنه أيضا من عند الله عز وجل لم يزد فيه النبي عليه الصلاة والسلام حرفا ولم ينقسمه حرفا حاشاه عليه الصلاة والسلام بل قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ولهذا قال جل وعز ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين كأن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بلغ ولم يزد ولم ينقص عليه الصلاة والسلام ولهذا أنزل الله سبحانه وتعالى قوله في أواخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام في الحجة الوداء في يوم عرفة أقبلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الله عز وجل أكمل هذا الدين وأكمل الشرائع ورضي هذا الدين لنا فيجب علينا أن نرضاه كما رضيه ربنا سبحانه وتعالى لنا هذا الكلام بارك الله فيكم لا يكاد أقول لا يكاد يعني يختلف عليه من ينتسب إلى الإسلام من ينتسب إلى الإسلام لا يكاد يختلف على أن القرآن هو حجة في نفسه وأن السنة وجه نفسه الضلادق ومن ينكر السنة فهذا لا عبرة به ولا حكم له ولكن بارك الله فيكم عندما تنظر مرة أخرى إلى حال المسلمين وحال الطوائف المنتسبة إلى الإسلام تجد أن الخلل ليس في ثبوت هذه المصادر وهذا المنبع العظيم الذي هو الكتاب والسنة لا تكاد تجد في الناظر القليل أحدا ينكر هذين المصدرين أو ينكر العمل بهم في الكتاب والسنة فليقول نحن نتبع الكتاب والسنة بل حتى لو وجدته يعني من الغلاة في الحرافه عن السنة أو نحو ذلك تجد أنه يقول بلسانه وينطق بشفتيه أنه يتبع القرآن والسنة ولذا تجده تارة يستدل بآية وتارة يستدل بحديث ونحو ذلك إذن أين الخلل وأين وقع الخلاق وأين وقع التشردم وأين وقع الإشقاق وأين وقع التفرق والتشيع ونحو ذلك إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منه في شيء من أين أتى هذا الأمر أتى بارك الله فيكم من اتباع منهج السلاف الصالح الذي كان متبعا بقي على ما كان عليه بالفهم الكتاب والسنة أما الذي لم يتقيد فهم السلاف الصالح والذي لم يتقيد في منهج السلاف الصالح هذا الذي انحرف بيها علينا أن نتبع الكتاب أو يفضل أو يرغب في منهج السلاف الصالح الجواب لا فالجواب لا وإنما يجب عليك اتباع منهج السلاف الصالح لأن القرآن والسنة قد دل على الأمر باتباعهما أو قد دل على الأمر باتباع منهج السلاف الصالح ومن ذلك قوله جل وعز ومن يشاغق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساعة مصيرا تأمل يا رعاك الله به الآية العظيمة التي تدلك على وجوب في اتباع السلاف الصالح وهم الصحابة رضي الله عنه أن الله عز وجل يقول من يشاقق الرسول أي ومن يخالف الرسول من بعد ما تبين له الهدى بين له النبي عليه الصلاة والسلام الحق من الباطل الهدى من الضلال الخير من الشر فقط يخالف الرسول لا ويتبع غير سبيل المؤمنين أي ينتهج منهجا غير سبيل المؤمنين من هم المؤمنون الذين ذكروا في هذه الآية من هم المؤمنون الذين نزلت في هذه الآية ثم الصحابة الكرام رضي الله عنه وهم السلف الصالح فهم السلف الصالح الله عز وجل يقول من يخالف الرسول ويتبع غير سبيل الصحابة نوله ما تولى هذا منهجه هو هذا دينه هو هذه بدعته هو ليس الأمر كذلك فقط أنه يكون يعد مخالفا وشاذا ومنحرفا لا توله ما تولى ونصله جهنم والعياذ بالله وهذا من أعظم الأدلة على أن هذا الفعل من كبائر الثنوب لأن الله عز وجل قد توعد عليه بالنار فهي المعلوم أيها الأحبة أن الأمور التي ورد فيها لعن أو طرد أو ليس منا أو فيها وعيد بالنار لها تعد من الكبائر عندها للسنة والجماعة فالأمر ليس بالاستحسان والترغيب في هذا الأمر مجرد ترغيب يثاب الفاعل ولا يعاقب التارك لا هنا أمر للوجوب الله عز وجل توعد بالنار من اتبع غير سبيل السلف الصالح رضي الله عنهم بل أن الله سبحانه وتعالى كذلك أثنى على من اتبع واقتدى آثار السلف الصالح ولهذا قال سبحانه وتعالى والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله عز وجل قد رضي عن الصحابة وانتهى هذا الأمر لكن متى يرضى الله عز وجل عن الذين يأتون من بعد الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه هنا قيد مهم متى يكون الرضا من الله عز وجل لمن لمن اتبع الصحابة بإحسان ما مان بإحسان أي أنه عميل كعملهم وقال بقولهم واعتقد اعتقادهم هذا معنى الإحسان فلان فعل فعلا فأحسن أي أتقنه أتقنه فعلا فعلا حسنا قلت لولدك قلت لأخيك قلت لتلميذك قلت لإبنك وغير ذلك افعل هذا الفعل ففعله كما أمرته تقوله أحسنت لأنك تارك الله فيك قد فعلت هذا الفعل كما أمرتك تماما فهؤلاء اتبعوا سبيل الثلاث الصالح تماما لم يخرجوا عنهم بشيء هذا الاتباع بإحسان ليس مجرد الاتباع اتباع وأيضا إتقان وجودة وإحسان الفعل كالفعل والقول كالقول لا يزيء ولا يرقص لا يبتدع ولا يبحرف ولا يستحسن أشياء بآرائه وعقله وإلى غير ذلك هذا الكتاب الذي يزعم من يزعم وأنه يتبع كتاب الله عز وجل ما تدبر كتاب الله عز وجل وما تأمل كتاب الله عز وجل الذي دل واستحسن وأوجب ورهب ورغب في سبيل الثلاث الصالح رغب في اتباعهم ورهب لمخالفتهم وكذلك أيضا جاء في السنة في اتباع في اتباع منهج الصحابة رضي الله عنهم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي فسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجد تمسكوا بسنتي في حال حياتي فإذا مر تكون هناك خلافة راشدة تمسكوا بها تمسكوا بأهلها تمسكوا بهؤلاء الخلفاء الراشدين الذين تربوا بمدرسة النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا أخبر عليه الصلاة والسلام أن خير الناس أمته عليه الصلاة والسلام أو خير الناس أرمي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال خير الناس هذا الخير ثناء وتزكية ومدح لأصحابه عليه الصلاة والسلام هذا فيما يخصهم إذن ما الذي يخصنا نحن الذين نجئنا من بعدهم ما الذي نستفيده من قوله عليه الصلاة والسلام أنهم خير الناس أن نقتفي بأثار خير الناس النبي عليه الصلاة والسلام ما من خير إلا دل الأمة عليه وما من شر إلا حذر الأمة منه ومن الخير الذي يدل عليه أنه ذكر أن خير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والرسل هم أصحابه عليهم الصلاة رضي الله عنه ثم أصحابه رضي الله عنهم ثم خير الناس ماذا نفعل؟ نقتفي بآثارهم نقتفي مسلكهم وغير ذلك وأيضا هذا كان متقرر بارك الله فيكم عند السلف عند الصحابة أنفسهم كان متقرر باتباع منهج الصحابة وأن لا يخرج أحد عن منهج الصحابة رضي الله عنه فتأمل يا رعاك الغضرب لهذا مثالا واحدا تأمل أن ابن عباس رضي الله عنه عندما ناظر الخوارج قال كلمة جميلة جدا تدل على أنه حبر من أحبار هذه الأمة وأنه عالم الرباني رضي الله عنه وعلى أبيه فلما ناظر الخوارج قال لهم كلمة تقسم ظهورهم وتقسم ظهور كل مبتدع وخارج عن منهج السلف الصالح قال لهم وليس فيكم أيها الخوارج يخاطم الخوارج ويقول لهم ليس فيكم أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم لهذه الكلمة العظيمة لم يجبوه بشيء لأنه قد صدق رضي الله عنه أنه يقول لهم هذا الخروط وهذا القتال وهذا الابتداء من أين أتيتم به وليس فيكم رجل واحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لو كان لو كان أمركم رشيد ومنهجكم قويم فكان فيكم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين علموكم الدين الذين علموكم ما نقل على النبي عليه الصلاة والسلام فبعد ذلك لم يقولوا لا لا حاجة لأنهم يقررون أنهم أنهم مخالفون للصحابة يقرون أن المخالفون من الصحابة وإلا لم يجيبوا على هذا السؤال ولم يجيبوا على هذا الاعتراض من ابن عباس رضي الله عنه لأنه وجيب لأنه ليس أحد من هؤلاء الخوارج من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إذن هو ليس دين إذن هو ليس دين لأن الدين ما جاء به الكتاب والسنة وفهم الثنف الصالح هذا الكتاب والسنة وأنتم ليس معكم نص من الكتاب بل كل الآيات التي استدل بها هؤلاء الخوارج قد أبطل الاستدلال بها الإمام العلم الحبر إبن عباس رضي الله عنهم فرضي الله عنهما فهنا أمر عظيم جدا وهو أن الصحابة رضي الله عنهم قد تقارى في أنفسهم أنه يجب على من جاء بعدهم أن يتبعوا آثارهم التي كان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يتبعون بها آثار النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا أيضا كذلك من الآثار الوارثة في هذا الباب أن أبا موسى الأشعر عندما رأى حلقا في الكوفة حلقا في الكوفة يذكرون الله عز وجل لكن بطريقة مخالفة لم يرى لها نظير من قبل عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام عاش مع أبي بكر عاش مع عمر لم يكن يرى هذه الأمور في معنى أنهم يتحلقون ويقول هذا أذكر الله عز وجل سبقوا الله ثمانين مرة أذكروا الله كذا يتحلقونه ويذكرون الله عز وجل لكن بطريقة لم تكن معهودة لا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن من بعده لما أخبر ابن عباس لما أخبر ابن مسعود نعم رضي الله عنه عن هذا الأمر جاءهم إلى المسجد وقال لهم هذه آنية آنية رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تكسر وهؤلاء أصحابه متوافرون هذا هو الشاهد هؤلاء أصحابه موجودون من أين أتيتم بهذا؟ هل عندكم حديث من عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بهذا هل وجدتم أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لكم افعلوا هذا قالوا يا أبي عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير انظر القصد صحيح لكن الفعل خطأ ثم يقولون يقولون قصدنا صحيح ما أردنا إلا الخير والإرادة في القلب لكن الطريقة غير صحيحة وليست عنها أثارة من علم قال وكم مريد للخير لم يصب لم يصب هذا الأمر عظيم جدا أيها الأحبة ورهذا يتبين لك أهمية معرفة منهج السلام الصالح أولا يجب الوقوف عليه أولا أن تعرف آثارهم أن تعرف كيف فهموا أن تعرف كيف طبقوا لماذا؟ لأنه بارك الله هذا هو الفيصل بين أهل السنة وأهل البدع لذكرنا في بداية هذه الكريمة حفظكم الله أن جميع طوائف المسلمين ممن ينتسب إلى الإسلام ويتجه إلى القبلة في الصلاة يقول أنا متبع للكتاب هو السنة لكن هل هذا الكتاب وهل هذه السنة تفهمهما على فهم السلاة الصالح؟ هنا تتفاصل الأمور وهنا تتمايز الصقوف فإذا فهمها على منهج السلاة الصالح فهو السني أما إذا فهمها بهواه إذا فهمها بالتأويل المنحرف إذا فهمها بالتحريف وغير ذلك من الطرق الملتوية التي ليس عليها أثارة من علم فهذا خارج عن سبيل المؤمنين فهذا الذي في قلبه زيد لأن الذي في قلبه زيد أخبر الله عز وجل أنه يتتبع المتشابه للقرآن يأتي للقرآن ويقول لك أنظر وكذا أنظر كذا ويتبع ما تشابه منه لماذا؟ اتغاء الفتنة فابتغاء تأويله ولذا قال جل وعز فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فأثبت الله سبحانه وتعالى الزيغ أولا في القلب ثم بعد أن وجد الزيغ في القلب بدأ والعياذ بالله يغذي هذا الزيغ الذي في القلب في ضرب كتاب الله عز وجل بعضه ببعض لكن لو أتى منهج السلف الصالح وفهم السلف الصالح لهذه الآيات فهم السلف الصالح لهذه الأحاديث نعم لأطل قوله وانتهى قصده الفاسد لأن هذا هو المحق بارك الله فيكم ولهذا حفظكم الله بارك الله فيكم تجد في كتب الاعتقاد أن أهل السنة والجماعة يذكرون أن مصادر العقيدة عندهم الكتاب والسنة ثم يقول إجماع السلف لا يمكن أن يجمع السلف ولا سيما في باب العقائد إلا من نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن لماذا يقولون منهج السلف الصالح لكي يقطع الطريقة على من أراد التأول الآيات والحاديث يأتي شخص منحرف في قلبه زيغ كما أخبر الله عز وجل فيريد أن يفهم الآية على وفق منهجه وحزبه وهواه وبدعته يريد أن يلوي نص يلوي عنق النص للآية أو الحديث على مفهومه هو على بدعته هو على انحرافه هو على زيغه هو فيقال لك هل من هل من حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو طلحة أو الزبير أو العباس أو هؤلاء الصحابة الكرام هل عندك آثر عنهم بتتسير هذه الآية بهذا الذي قصدته وقلته إن كان جواب نعم هذا مسلك شرعي أما إذا كان جواب بلا وهذا هو الغالب لكثير من أهل البدع والضلال هذه بدعة ابتدعتها أنت من تلقاء نفسك وفهمت أو انحرفت في فهم نصوص الكتاب والسنة ولهذا يرعاكم الله اليوم أكثر أهل البدع والضلال والانحراف والزيت لا يأتيك مباشرة ويصرح برد الكتاب والسنة أو نحو ذلك وهذا ما صرح به بشر المريسي إمام الجهمية في زمانه إمام الجهمية في زمانه قال لأتباعه انتبهوا اخذروا أن تردوا الكتاب والسنة فتفتضحوا فليلا تأتي عند الآيات والأحايف وترد هذه الآية مباشرة أو ترد هذا الحديث مباشرة لا ولكن قال لأتباعه عفا الله وياكم هذا من وحي الشيطان له قال غالطوهم على التأويل غالطوهم على التأويل فهنا لا ترد هذا هذه الأحاديث والآيات بعنف ولكن تردوها برطف انظر ما أخبث هذه المقالة أنه يقول هذا الكتاب تبقي النص على ما هو عليه تبقي هذه الحروف كما هي العربية تبقي هذه الحروف كما هي مثلا على سبيل المثال لا حصر يقول الله جل وعش الرحمن وعلى العرش استوى المعنى مفهوم عند كل من يفهم العربية ويفهم هذه الآية يعرف معنا الاجتواء ويعرف معنا الرحمن فغير ذلك هذا مستقر عند كل من يعرف اللغة العربية هو يقول تبقون هذه الأحرف على ما هي عليه لكن تحرفون المعنى غالطوهم عن التأويل أي حرفوا المعنى فلهذا يتمين للسامعي أو من تأول هذا الكلام أنك لم ترد الكتاب والسلام أنا أقول نعم هذا الابتدأ يقول نعم أنا أقول الرحمة العرش استوى لكن استوى بمعنى السولى أو القهر أو الملك أو يبدأ بالتأويل ويخرج هذه الآية عن مغناها لكن هل أبو بكر عمر بثمان وعلي هل أحد من هؤلاء فاسترى هذا هذا الأمر هذا الأمر بهذا الذي قلته أبدا ولهذا ذكر إمام أحمد رحمه الله تعالى في أول اعتقاده قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم هذا أصلا من أصول السنة لماذا بارك الله كنت جعله الإمام أحمد الأصلا من أصول السنة لأنه الفيصل لأنه الفارق وهذا فال Cada التمسك منهج السنة فلهذا كل من تراه اليو يتمسك يتمسك بارك الله فيك بمؤسس هذه الفرقة أو مؤسس هذه المقالة ولهذا ينسبون إليهم ينسبون إليهم فالجهم ابتدع ابتدع مقالة فنسبت هذه المقالة له ونسب من انتهج منهجه له يقال الجهمية نعم وهؤلاء الذين خرجوا إلى منطقة معينة ونسبوا هذا الفعل إلى غير ذلك قطع نسبهم الديني فمؤسس هذه المقالة مؤسس هذه البدن مؤسس هذه وسنة الصحابة رضي الله عنهم صلح للنبي عليه الصلاة والسلام عن نسب الديني عن العلم الذي أخذوه عن عليه الصلاة والسلام فالأمر حفظكم الله في هذا الباب طويل جدا ولا تكاد النفس تمل من الكلام في هذا الباب لأنك تعيش مع مع من خير الناس كما قال عليه الصلاة والسلام تعيش مع آثارهم تعيش مع أخوالهم تعيش مع تقريراتهم تعيش مع إيمانهم وعبادتهم وزهدهم وتنسكهم رضي الله عنهم هؤلاء كأنك تنتقل من هذا العالم إلى عالمهم الذي كان يمتلعه بجذاب الله عز وجل ومتابعة سنة النبي عليه الصلاة والسلام ورها قال جل وعز أنكم خير أمة أخرى للناس فهؤلاء حارضهم يجب كما أثلفنا يجب اتباعهم ويجب فأوا آثارهم ويجب على الإنسان أن يلتزم إذا أراد النجاح أما إذا أراد التشرذم والانشفاق ونحو ذلك فكما قال جل وعز والله ما تولى فهذا أمره أمره بيده هو الذي اختار وهو الذي الله عز وجل أودع فيه الإرادة وأودع فيه الاختيار ومن يغلل له فلا هادي له أما الإنسان الذي أراد الله عز وجل أن يهديه فأنه يشرح صدره يشرح صدره لقبول الكتاب والسنة على وفق منهج السلفي الصالح التي أسأل الله عز وجل منه وكرمه أن أجعلنا من المقتفين أثارهم والسالكين مسلكهم رضي الله عنهم وأرضاهم فأسأل الله عز وجل منه وكرمه وعظه سلطاني أن أحفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه فأن أجعلنا من يتب من يستقع عليه والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا يا شيخنا هل تسمحون بالأسئلة سؤال الأول بارك الله فيكم ما حكم تنسيق المحادرة المدفوعة غير مجانية هل يجوز لنا أن نبيع الكبونات لمن يريد أن يحضر ويشارك والله الأفضل عدم فعل هذا الأفضل أن الإنسان إذا أراد أن يدعو إلى الله عز وجل أن يحتسب الأجر وأن يعني يدعو الناس إلى الخير لأن هذا فيه إقبال للناس أن الناس إذا قلت لهم ادخلوا هذه المحاضرة أو افعلوا كذا وكذا مجرد المال فإنه يبعف الدائرة السؤال الثاني أثابكم الله إذا تخرج داعية في الجامعة الإسلامية في المدينة وله مليون من الأصبع وهو يستشهد في كلامه بالقرآن والحديث هل هذه تكفي لدلالة على أنه على الحق ولنا أن نستمع إليه حتى ولو لم يكن مزكي من قبل العلمائنا المعروفين كذلك ليست له سلة مع الكبار الموجودين حتى الساعة ولا مع تلاميذهم وهو كذلك لا يعرف بنقل الكلام عنهم ولا ممن جاء قبلهم من العلماء إذا كان بارك الله فيكم هذا الشخص يعني متبع للكتاب والسنة ويصير على منهج السنة في الصالح ويصير على أقوال العلماء ولا إما قبل ذلك للتابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا ولا تعرف له مخالفة ولا يعرف له ولاء لأهل البدع ولا يعرف له تقرير للبدعات ولا يعرف له يعني نصر للبدع ولا تحيز لأهلها ولا معاذا لأهل السنة هذا لا بأس بالأخذ علم حتى وإن لم يكن يعني معروفا عنده العلم لا يتسنى لكل إنسان أن يصل إلى العلم أو أن يلتحق بهم أو أن يكون قريبا منهم أو أن يكون قريبا من طلابهم هذا لا يتسنى لكل أحد لكن العلم والاعتقاد الصحيح فهذا يعني سهل أو يصير على من يسرغ الله عز وجل عليه تسطيع الإنسان أن يتعلم ما جاء عن الله عز وجل وعن رسول عليه الصلاة والسلام هذا أمر يعني يتبين ويظهر وينكشف من تخديرات الرجل من أقواله من أفعاله من مسنكه من منهجه من مخرجه من مدخله ونحو ذلك أما الإنسان الذي يكون مغاليا للبداعي أو طاع عاما فيها السنة أو طاع عاما فيها العلم أو نحو ذلك أو غير ذلك فهذا يقضع عنه أما أنه لا بد ويشترط ويلزم ولا يقضع عنه إلا إذا كان مرتبطا أو نحو ذلك فهذا قد يكون فيه نوع من المشقة أو قد يكون متعبضل على كثير من الناس نعم صباح جزاكم الله خيرا السؤال الثالث بعد الناس لما نسوب الأولاد عمرهم تقريبا عشر سنوات الذين قد يفعلون بعد البدع يقولون ما عليكم تعليمهم ما البدع في هذا السن لأنهم صغار ركزوا على تعليم الآداب والأخلاق فما قول فديلتكم بارك الله فيكم الله هذا المسأل خطأ ويمبغي عن الإنسان أن يعود طفله على الأخلاق الحسنة الأخلاق الإسلامية وكذلك على الإنزادات فالهذا قال عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة في سابع وضربوهم عليها لعشر فرقوا بينهم في المضاجة الآن الأمر مستمرهم أبناء سبع سنوات هذا التعود وكذلك رفعت امرأة في طريق النبي عليه الصلاة والسلام لحجة الوداء قال لهذا حج قال نعم ولكن الأجر وكذلك عرشت النبي عليه الصلاة والسلام الأطفال والصدار قال يا هلام بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك هذا تعليم من النبي عليه الصلاة والسلام في العبادات والعادات أيضا كالطعام والشراب والنوم والصلاة والحج يعود الصريح على السنة يعود على العبادات الصحيحة ويعود على الأخلاق الفاضلة الحميدة لكن إذا كان هذا الرجل يقول لا هذا رجل غير مكلف أو هذا الطفل غير مكلف نقول له لو سرق هذا الطفل عشر الذي يعني عمره عشر سنوات سرق منك مالا كثيرا فلا تطالب الحكومة بإرجاعها أنه الطفل صغير ليس عليه تكليف لا يقول بهذا أنه إذا تعلق الأمر بماله بماله بعدها الآن يتصب الشرطة ويتصب الحكومة ويفعل ويترث ويذهب لكن لو أخذ ماله أو كسر سيارته أو أكلتها أو نحن ذلك نصاحا وطارقة العالم أنه يريد استرجاع حقه وإصلاح ما أفسده هذا الصبي نعم بارك الله فيكم السؤال الرابع من هم الجماعة التبليغ وماذا قالوا العلماء عنهم الجماعة التبليغ بارك الله فيك جماعة الهندية خرجت في الهند قبل الرابع عشر أو في أواخر أنه من معاصرنا هذه الفيقة حديدة أيضا لم يحتلها أكثر من مئة سنة تقريبا وخرجت على يد المؤسس لهذه الجماعة محمد المؤلياس الفاندانوي وهذا رجل عرف بالتصور والعفوف على القبور كان يبايع على الطبق الصوفية وابتدع هذه بدعوة للخروج للدعوة من المنامات وأيضا لم يخرج من كتاب الله عز وجل ولم يخرج من سنة رسولة ولم يخرج من صلب الصالح ويزعم أنه ذرهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام إننا نستعملك إننا نستعملك ولم يذكر أن محمد إنعام الماقل عنه محمد إنعام أيضا كان تهلوي بأن لم ينقل عنه هل هو يقبة أو مناما لكن هو على الضائل أنه في اليقبة النبي عليه الصلاة قال له في اليقبة كما ينزعم أنه قال إننا استعملنا ثم لما رجعنا منه وجد في المنام أو رأى في المنام سميها رجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس فتأولها بتأول غير صحيح كما ذكرنا قبل قليل المحارة أنه تأولها على عدة من السنف الصالح ثم ارتدع هذا الخروض ثلاثة أيام وأربعين يوما وشهرا أو نحو ذلك من هذه البدع التي أحدثها في الخروج وهذا خروج يكون عن جهن ويكون عن بدع أيضا وضللات وشركيات وغير ذلك هذه الفرقة قد موسط الكلام فيها في كثير من المواضم كأن العلم والذي تقرر عليه أهل العلم أن هذه الفرقة خارج سبعان السنة وأنها كما قال إماء العزب الباز رحمه الله تعالى أنها من السبتين والسبوعين فرقة الهالفة فقد ذكر في آخر حياته رحمه الله تعالى وضيعا أن جماعة التبليغ وجماعة الإقوان من السبتين والسبوعين فرقة وكذلك أقره الشيخ أو ذكر كما ذكر الشيخ الربال أيضا ذكر الشيخ العلام والعظيم رحمه الله تعالى أن هذه ما يعترق السبتين والسبوعين فرقة الهالفة صلى الله عليه وسلم السلام السؤال الخامس بارك الله فيكم هل القاعدة نأخذ الحق ونترك الباطل من كل شخص صحيح أم لا هذا كلام باطل بارك الله نأخذ الحق ونترك الباطل هذا كلام على إطلاقه باطل أصلا تأخذ الحق لا تأخذ الحق إلا من أهل الحق أما أهل الباطل ولا تأخذ منهم شيئا هل يوجد في دينك نقص هل يوجد الله عزيزي قال لي ما أكملت لكم دينكم فهل تريد أن تبحث عن الحق عند غير أهله هذا باطل هذا باطل مبارك النطيف لكن إذا عرض عليك من غير طلب إذا عرض عليك وأنت في بيتك وأنت في سيارتك عرض عليك الحق فلا ترد الحق إذا عرض عليك الحق فلا ترده أما من ناحية الطلب فلا تطلب الحق إلا عند أهل الحق ودرم ذلك بارك الله فيكم أن أبا هو أي رضي العون عندما استعماله وقال إني صاحب وهي أتي إنسان طبعا فقال وإني صاحب وإيان وإني كذا وكذا وكان يسرق من الصدقة فقال أخبرنا عنك النبي عليه الصلاة والسلام فقال لن أتعلم ولا أعود وأنا أتوب وأنا كذا وكذا إذا عرض لكذا الحديد لا تذبع بالمرات التي قبضه أبو غري رضي الله عنه قال إن أعلمك يعني كلمات لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح إذا قرأت آية الكرسي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام فقال صدقك وهو كذوب صدقك وهو كذوب فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا أقر هذا الأمر أقر هذا هذا الأمر لكن هل إبليس أفو الهنش هل أبو غري رضي الله عنه بأ أبأ إلى الشيطان وأخذ وقلمه ودكره وكراسته وذهب يطلب العلم عند الشيطان وقاله ماذا أقول إذا أردت أن أنا لا نبيك عن ذلك بل هو الذي عرض عليه لما عرض عليه عرض ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام وما أقره وهنا نقول إذا علم عليك الحق من غير أن تطلبه فلا ترد الحق لأن القائل ضال أو منحرف أو نحو ذلك ولهذا أيضا جاء في بعض منامات الصحابة رضي الله عنه في ذبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الصحابة لا أتكر اسمه الآن أنه مر على اليهود وقال أنتم القوم لولا أنكم تقولون هزير من الله ومر على النصارى وقال أنتم القوم لولا أنكم تقولون ليس إذن الله وفقال له اليهود والنصارى أنتم القوم أيضا أيها المسلمون ولولا أنكم تقولون والله والكعبة والله ومحمد فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يقول ذلك بعد هذا هذا الأمر جاء من اليهود من النصارى إن كان منام وقره النبي عليه الصلاة والسلام لكننا قبلنا الحق قبلنا الحق وإن كان جاء من عدونا فإن كان جاء من كاثر أو امتدع الأوضان لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمن الصحابة أن يذهب إلى اليهود والنصارى ليتعلموا فلهذا من مجاء عمر رضي الله عنه للصحيبة وفيها شيء موافق لكتاب الله عز وجل فقال أبوتهم يكون فيها أبنى الخطاب الله لو كان موسى حيا ما ونفعه إلا اتباعي الطلب بارك الله فيكم لا يطلب ولا يقبل حق إلا من أهل الحق لأنه أيضا بارك الله فيك أنت إذا كنت تطلب الذي يطلب الحق إلى المعلوم الذي يطلب الحق لا يميز بين الحق والباطل لأنه جاهل هو جاهل يذهب ويريد أن يقف على أمر هو حق ويريد أن يقف أن يرفع عن نفسه الجهل لأنه يميز بين الحق والباطل فإذا ذهب عند أهل الباطل الذي عندهم شيء من الحق وشيء من الباطل كيف يميز؟ لا يمكن لا يمكن أن يميز لأنه جاهل لأنه جاهل الجاهل لا يميز بين الحق والباطل فما يدريك أن يخرج لك الباطل بصورة الحق ويخرج لك الحق بصورة الباطل وهذا هي طريقة أهل البلاد فعندما تذهب إلى هذا الذي تزعم أنك تطلب الحق منه وتترك الباطل قد يقلب لك الأمر يجعل الباطل الذي معه حقا والحق الذي معه باطلا وتضلو العياد بك الله وتريد أن تترضى الحق فلا ترجع بالضلالة والباطل عشاء الله ويأكم هذا بارك الله فيك هذا الذي ذكره السائل هو من أعظم المثالك التي حرف فيها الناس حرف فيها الشباب اليوم أنهم يقولون بهذه القاعدة وليسهم يطبقونها يذهبون إلى الباطل ويقولون يريد الحق الذي معكم ويأمد الباطل الذي معكم يقولون فعالوا هنموا اجلسوا فيأتونهم بالشبهات ولحن القول وإن من البيان لسحرة ثم ينفثون في روئهم هذا الباطل فيخرجون من عندهم وقد محي الباطل تماما في قلوبهم وزرع محي الحق من قلوبه وزرع الباطل في قلوبهم ثم يبدأ ويسأل وقعت في قلبه الشبهات ووقعت في قلبه الأهواء والباطلات ثم يذهب يبحث عن العناة فربما يشفى وربما لا يشفى والله مستعان والله سبحانه وتعالى أجل وعلى وأحكم صلى الله وسلم حين نبينا الحمد على آله وصحبه أجبه بارك الله فيكم جزاكم الأخيرا عندنا سؤال الآخر بارك الله فيكم هناك شخص يصلي ويسوم ويعبد الله ولكن عقيدته مختلفة هل هذا يدخل تحت الكفر بارك الله فيكم لا لا يدخل تحت الكفر إلا إذا كان يعطلقه بالانتقاد الكفري إذا كان العقيدته مخالفة لكن لا ندري ما هذه العقيدة هذا أول لا بد أن تكون العقيدة مناقبة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ثم ثانيا أن ينضع أيضا في انتفاء الموانع وتوفر الشروط قد تكون عنده شبهة تمنع من إنزال الكفر عليه فأنه قد يعتقد الكفر لكن لوجود شبهة أو لوجود تأويل أو لوجود إكراه أو لوجود نسيان أو غير ذلك منه مما هو معلوم لكن ليس كل من اعتقد هذا أن ينزل عليه الأحكام وأن يقال كذا أنه خرج عن ذي الإسلام وأن اعتقاده أنه كفر بعينه بهذا الاتقاد أو نحو ذلك نعم إذا كان يعتقد هذا الاتقاد يعتقد مثلا في نبوة غير النبي عليه الصلاة والسلام وبين له لأن الله عز وجل يقول لمن يتقرص من بعد ما تلين له لابد أن يتبين له ويظهر له ويعرف ويتهم الحجة يتهم الحجة ويعرف أنه لا نبيب عليه الصلاة والسلام ونليل إذا كان يعاند ويكابر من بعد ما تبين لهم عدى ومن بعد ما تبين لهم حق فإن كان يصلي ويصنف فهو على غير دين على غير دين إسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله بزاكم و الله خير وبرك الله و السلام عليكم ورحمة الله وإلا شكرا للمشاهدة or the way other might just feed you sisters Shaykh Shaykh Bandara Sayyidani خفظه الله when Allah preserved him began with the by praising Allah He then greeted everyone listening praying to Allah for the benefit of this lecture in this dunya in this world and in the hereafter so for those who are sincere in listening and hoping to benefit from the lecture that we had earlier and may the sincere intention purify him or herself for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala then inshallah they will be included in the dua of the Shaykh Shaykh Bandara Sayyidani may Allah preserve them as for those then may Allah guide the rest of us the Shaykh then mentioned the topic of today which was following the way or the manhaj or the methodology of the five free ancestors which is as he said of great importance great importance in this life and in the hereafter He hafidha Allah meant to that Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran it is he Allah subhanahu wa ta'ala who sent his messenger Muhammad with the guidance and the religion of truth that is Islam to make it superior over all religions to make Islam superior to overcome all other religions so Allah subhanahu wa ta'ala sent his messenger for the sake of da'wah for the sake of spreading tawheed to spread the call towards lana ilahe illallah none has a right to be worshipped but Allah subhanahu wa ta'ala so Allah subhanahu wa ta'ala revealed khitmah he revealed wisdom which as shaykh subhanahu wa ta'ala mentioned the khitmah is the sunnah or the way of the prophet Muhammad sallallahu wa ta'ala The Sunnah is the way of the Prophet Muhammad s.a.w. The two sources that Muslims must follow are the Qur'an and the Sunnah of the Prophet s.a.w. The two sources that Muslims must follow are the Qur'an and the Sunnah of the Prophet Muhammad s.a.w. Because the Prophet s.a.w. said أَلَى إِنِّي أُوْتِيهُ الْقُرْآنَ وَمِثْنَهُ مَعْا Indeed I was revealed with the Qur'an And what is similar or like the Qur'an I was revealed with the Qur'an And something that is similar to the Qur'an What is that? It is the sunnah of the Qur'an The Qur'an is the word It is the speech It is the kalab of Allah It is the speech of Allah And the sunnah is the way The traditions and the actions And speech of the Prophet Muhammad Because وَمَا يُنْتِقُ عَنِ الْهَوَى Nor does he speak of his own desires إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَى Where there is only a revelation From Allah subhanahu wa ta'ala The Prophet ﷺ Never added anything Nor did he take anything from the wahi He never added to the revelation Nor did he take or decrease anything From the wahi Because he بَلَّغَ الرِّسَانَةِ He conveyed the message وَأَدَّى الْأَمَانَةِ And he fulfilled the trust The aman and the responsibility Of the da'wah Of the tawheed وَنَصْحَ الْأُمَّةِ And he advised He advised He gave beautiful advice To the ummah To those who follow The Prophet ﷺ وَجَاهَلَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ And he performed jihad Fighting or struggling In the way of Allah In its true and correct form Allah subhanahu wa ta'ala Said in the Qur'an اليوم أَتْمَتُ لَكُمْ نِنَكُمْ وَأَتْمَتُ عَلِيْكُمْ نِعْمَةِ وَرَضِيِّتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا This day I have perfected Your religion for you Completed my ni'mah My favor upon you And have chosen for you Islam as your religion No sound Muslim As Shaykh Bandar al-Khaybari Hafidullah mentioned No sound Muslim Whether individual or group Differs or has any difference When it comes to this matter That is We refer to the Qur'an and the Sunnah Because the deen As Allah mentioned Is complete But when we look at the various sects Shaykh Bandar explains When we look at the various The different groups and sects in Islam All of them claiming to be Muslim All of them claiming to be Al-Sunnah ibn al-Jana'ah Around the world we find That not many go against this principle Rather in general Muslims Ascribe to the Qur'an and the Sunnah They would say this in words They would bring forth Proofs From the Qur'an and the Sunnah They would say that We are following the Qur'an and the Sunnah But Where did these sects differ What is the difference Ayd al-Khalad Where did they go astray How come they became lost How come they split into the very sects That the Prophet ﷺ warned That they would be split into They differ They went astray When it comes to Al-Tamassuq Ascription And Al-Tiba'ah Following The Righteous Feetessers Who are these Righteous Feetessers? What do you call them in the Arabic word? The Salafu Salih Do not be scared Or intimidated By using this terminology The other sects The Shia And the Wafid The Sufis And all those Who went astray From the path of Islam They differ They became different Because they did not follow The Salafu Salih So the Shaykh Ayd al-Allah Emphasized that it is a must For us Muslims To follow whom? The Salafu Salih Ayd al-Allah The Righteous Feetessers Because Why? Why should we follow? What do you think? What did you say? Was there two sources? The Quran and the Sunnah Because the Quran and the Sunnah The Quran and Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Exactly ordered us to do so Allah Subh'anaHu Wa Ta-Ala Said in the Quran وَمَيْيُشَابِذِ الْرَسُولَ مِنْ بَعْلِ مَا تَبَيَّنَ مَنْهُ الْهُدَى وَيَتَّمِرَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا And whoever contradicces And opposes The Messenger Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam And said that after the right path Has been clearly shown to him And he follows other than the believer's way He follows other than the believer's way We shall keep him in the path that he has chosen And bring him in hell SubhanAllah What an evil destination SubhanAllah Very clear Is it clear? What is clear? This shows that it is obligatory It is a must That we should follow the righteous decision The Sabbath and Salim The righteous decision Because those who go against the Messenger of Allah They follow a different way Than the way of the believers Than the way of the believers And who are these believers That are mentioned in this Quran And in the Ayat of Quran Who are the believers here? And what we know They are the But specifically Who are these When Allah SubhanAllah Sallallahu Alaihi Wasallam Says And follows other than the believer's way Four of those of the believers Who do you think Are the prime examples of the believers? The Sahaba MashaAllah Okay The Sahaba The companions of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Because They are our Salaf They are our Righteous predecessors You understand MashaAllah? Okay So those who go against the way of the Sahaba Have been warned With punishment in the hellfire And this is a promise It is a curse from Allah SubhanAllah Sallallahu Alaihi Wasallam For those who Go against the way of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam And the way of his companions So this proves Your brothers and sisters in Islam That it is an obligation It is wajib For us to follow The manhaj To follow the way As Allah SubhanAllah Ta'ala Praises those who follow The righteous being ancestors Allah said in the Quran And the foremost To embrace Islam From the Muhajiru Meaning the early people Who embraced Islam From the Muhajiru Those who migrated from Makya to where? To Medina And the Ansar They are the citizens of whom? Of where? Ansar are the citizens of Medina And those who follow them Exactly in faith Okay So the comparison Muhajiru And the Ansar And those who follow their way Allah is Radhiallahu anhum Wa radhu anhum Allah is pleased With them Allah is happy with them For those He is happy with them For those Who just mentioned them The Muhajiru And the Ansar And Those Who follow them The Salaf As-Saliha Those who follow their way No one get lost Your brothers and sisters in Islam Allah is well pleased with them As they are also Well pleased with him SubhanAllah Ta'ala He has prepared for them Gardens under which rivers flow To dwell therein forever Who wants to stay in Jannah forever? Who wants to stay in Jannah forever? All of us inshallah So what should we do? We should follow their way That is the Supreme Success So that The pleasure of Allah SubhanAllah Ta'ala Will be upon The acts Of Will be upon the acts Of The Sahaba Will be upon those Who said their safety And believe And believe in their beliefs Those who acted upon The ways of The Sahaba Those who said Their safety And those who believe In their beliefs The Shaykh What is the name of the Shaykh Mentioned earlier? What's the name of the Shaykh? The Shaykh Innovation in religion Is it accepted? It is not accepted Because Allah SubhanAllah Ta'ala And His Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam Commanded us With following The righteous Pre-decessor The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Said فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ Upon you Is to follow My sunnah The sunnah of whom? The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam وَالسُنَّةِ الْخَلَتَيَ الْحَشِرِينَ الْمَهْرِيينَ And the sunnah That are rightly guided So follow the sunnah And those And those Who were upon The sunnah Of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Said خَيْرُ النَّاسِ The best of mankind The best of human beings The best of people Are whom? طَبْنِ My generation Who was Who lived During the Prophet During the Prophet's time? The Sahaba Barakallahu Peekum ثُمَّ الَّذِينَ يَبُونَهُمْ And those who follow The Sahaba Who are they What do we call them? تَابِعُونَ أَنَكَ اللَّهِكُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَبُونَهُمْ The تَابِعَ التَابِعُونَ The ones who follow The followers Of the Sahaba Such was the praise For the Sahaba We should follow The best of mankind The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam He did not mention The worst of things He did not One mention The worst of things Or people Except that he would Work against These things He would say For example The worst of people Or the worst of actions Except that he would also Warn against these things Just as he would not Mention the best of things Except that we should do what? He would not mention The best of things Or people Or actions Except that we should Follow them So we should now leave The menhead Of the way Of the Sahaba So the Shaykh Then gave An excellent example And that example Is when Ibn Abbas Radhiallahu Anhum May Allah be pleased with him And his father When he debated With the khawarij Who are the khawarij They are the extremists Those who Rebelled Who went out of the Ahl Sunnah And the jama'ah Went out of the main Group Or the jama'ah So when Ibn Abbas Radhiallahu Anhum Debated the khawarij He told the khawarij You do not have A single sahaba With you You do not have A single sahaba With you So where did this Khuruj This rebellion Come from The sahaba Were the ones Who introduced They taught Islam to these people But they did not Have a single sahabi With them So are those khawarij Correct? No Because not a single Sahabi was with them So we cannot be with them Therefore What they were upon With the khawarij Where doing Is not part of the deen It was not part of the Islam The khawarij It would bring Pools from the Quran But it is not As understood By the sahaba Therefore We must follow The athar The narrations From the Salaf Tidwan Allah Alayhim Another example That is An excellent one Mashallah That the shaykh Hafidhahullah Gave Was when Abdul Musa Dash Ali Radhiallahu Anhum He went to Abdul Allah Ibn Mas'ud Radhiallahu Anhum Both of them Were companions Both of them Witnessed the Islam Of our Rebeer Prophet Muhammad Sallallahu Anhum Who are they? Abu Musa Al-Ash'ari And Abdul Allah Ibn Mas'ud Don't get lost again Who are those who That we're mentioning Right now Right now You have to be with me Abu Musa Al-Ash'ari And Abu Abdul Allah Ibn Mas'ud Radhiallahu Anhum So Abu Musa He went to Abdul Allah Ibn Mas'ud Radhiallahu Anhum And He said I saw a group Of people I saw what? A group of people Sitting in circles Waiting for the Salaf Just similar to this time We are waiting for the Salaf They are sitting in circles Waiting for the Salaf In every circle There was a man In their hands Were small pebbles Or stones And he would say Say Allahul Abqarah 100 times And then They would all say Allahul Abqarah 100 times Then he would say Say La illah 100 times And then he would say La illah 100 times And he would say Say Subhanallah 100 times And they would all say Subhanallah 100 times While counting These pebbles Or throwing These pebbles Or stones So Abdullah Al-Us duties Radhiallahu Anhum قال ماذا تتخطون أبو موسى ما قالوا لهم ما قالوا لكم هذا العجل من الناس التي تتكلم تعمل هذه الحقوق تقوم بذلك تسبيح و تحمل تشعر كبير ومعامل أبو موسى قال لا أقول أمسك شيئا لهم لأنتبه أتنتظر لكم إما أتنظروا سبحان الله لأنه يهدف ذلك ماذا؟ أبدو الله إني المسعود دارك الله فيكم So he, عبد الله عبد الله عنه He said Why did you not command them to count their bad deeds instead Or to seek forgiveness from their bad deeds And guarantee them that their good deeds Would not be lost So instead of counting Or making this tasbih With the stones Why don't you tell them to make And do tawbah Because what they're doing is Away from the sunnah So then he walked and walked with him Until he reached one of those circles They went together until they reached one of the circles And he stood there And he said What is this that I see you doing? He said What is this that I see you doing? The circle of making dikha They said Oh wa'udu al-Rahman These are nothing but small stones With which we are counting We're saying Allah wa akma We're saying La ilaha illallah We're saying Subhanallah So he, radiallahu alayhi wa'amu, said Count your sins Count your sins Not Count your rewards No Count your sins Because I guarantee you That you will not lose Anything of your good deeds Subhanallah He said Beware O ummah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam How quick You race to your destruction Here we are The companions of your prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Abundant Everywhere And here is his clothing Subhanallah The clothing of the prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Which has not been wasted away And his utensils have not been broken I swear by him I swear by him In his hand is my soul Either you are an ummah More rightly guided Than the ummah Of the ummah Of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Or you are opening The door Of misguidance Subhanallah Or you are opening The door Of misguidance Meaning either you You people Who have not seen the prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam And you're making this new Bid'ah You're making this new innovation Either you are More knowledgeable And more guided Than the sahara of the prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Or you are opening the door To Misguidance Barakallahu alayhi wa sallam Then what was the reply What do you think the reply was They said By Allah We swear by Allah Wa wa wa'adhu al-rahmah We did not intend anything but good Meaning our intention was good Our need was good We only wanted to do tasbih We only wanted to do tahdeed and tahdeed So the reply of the companion Radhi wa sallallahu alayhi wa sallam Was How many people intend To do good But they never achieve it Subhanallah How many people They want to do a good thing But they never achieve that good reward Because they followed another way So we must therefore Be brothers and sisters in Islam Follow the antha Follow the narrations So we will know the difference Between the sunnah And the Bid'ah Barakallahu alayhi wa sallam Excellent Okay The sunnah from the bid'ah Other sects They would claim They would say That we follow the Quran And the sunnah But where are they With regards to following the salaf Where are they With regards to following The righteous predecessors So one who follows The Quran and the sunnah He is a sunni He is a person of the sunnah But one who follows Their desires As just Badr al-Khayb Alayhi wa sallam Allah sallallahu alayhi wa sallam Says about these people So as for those It was hard There is a deviation From the truth There is something That is going away From the haqq There is going away From the truth They follow That which is not Entirely clear Their own They do not follow The clear way They do not follow The clear truth Rather seeking Al-fitnah Seeking policies And trials And seeking for This hidden meanings But not known Those hidden meanings Except Allah sallallahu wa ta'ala But if they took The understanding of the salaf With regards to the Quran And the sunnah And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam They would certainly Have been saved We can never correct The understanding of the Quran And the sunnah We can never correctly Understand the Quran And the sunnah Except as the salaf And as the Righteously descensors Have understood them Those who are against This principle They interpret the Quran And the sunnah According to their own Manhaj According to their own Way So you ask them Dear brothers and sisters As As Sheikh Mandir al-Khadri Mentioned You ask them Do you have any statement From the sahaba That supports Your own interpretation Your own tanweer Now only sadly There are many people Who are From ahmul bid'ah From the people of innovation The Sheikh Hafidahullah He mentioned That there are From among the salaf Who would say Be careful From going against the salaf Because you may fall Into bid'ah Because you may fall into Bid'ah That happens when? When you do not follow The righteously descensors As people Of the sunnah We believe The Quran And Allah subhanahu wa ta'ala Reveal the Quran Just as when Allah subhanahu wa ta'ala Said in the Quran Ar-Rahmanu ala al-Arshi Istawa barakallahu feekum Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa The most gracious Allah subhanahu wa ta'ala Rose over Istawa Ala al-Arshi Rose over The mighty throne In a manner That suits His majesty In a manner That suits His majesty The Arabic language Is very clear But ahlul bid'ah They interpret It through Tabweel They interpret They give Their own Interpretation They say that Allah subhanahu wa ta'ala Has no hands Allah subhanahu wa ta'ala Has no eyes Allah Allah Will get the image Allah's eyes Or Allah's hands It needs something else Is this a correct belief? No Is Allah everywhere? No Where is Allah subhanahu wa ta'ala? Allah is above his throne May Allah reward all of you And then there are other misguided ideas But the big question is Did Abu Bakr Did Umar Did Umar Al-Asbhaa bin Al-Affan Adhi Allah'in Did Ali bin Al-Affan Adhi Allah'in Did any one of them Support those misguided ideas? The answer is no If it is no So should we follow those ideas? The answer is really no We're going to come close to that end BarakAllahu feekum From the usul of the sunnah From the principles Of the fundamental of the sunnah As Ibn Ahmad Rahman Allah'in mentions Is At-tabasuk Holding on firmly Adhering to what the sahaba We're upon This is what differentiates us From the people of Bid'a What is it? What is the difference between us And the people of Bid'a? If Repeat after me At-tabasuk At-tabasuk What is at-tabasuk? It is to hold on firmly Adhere To stick To what the sahaba And those who follow Their way We're upon Simple as that That is a clear Islam It is not an Islam That is based upon Dreams I dreamt That one day That the Prophet told me this So you people follow Me Because I'm the new New Prophet Ra'iyah Al-Billah So on and so forth This is not Part of Islam So the shaykh Continuing towards The end of his lecture The ignorant Endivates statements And fall into Bid'a This is the Bid'a Of the Nahdiya And others Which the shaykh Mentioned is another Long discussion So we must apply The world of the sahaba Into our world We must apply The world of the sahaba Into the world That we live in today As much as possible Okay The Islam that was The Islam At the time of the sahaba The Prophet We apply that The version of the Islam To our world today No more No less Clear? Inshallah Otherwise It is not part of Islam Allah subhanahu wa ta'ala You the true believers In Islamic monarchy And the real fathers Of the Prophet Muhammad And the sunnah Are the best of people Ever raised up for mankind You are the best of people Subhanallah You are the best of people Doing what? You enjoy the ma'roof You enjoy Islamic monarchy You enjoy Tawheed And all things that Islam Has remained And you forbid And you forbid And you forbid You forbid And all the things That Islam has Forbidden And you believe In whom? Allah subhanahu wa ta'ala But for those Who oppose the manhaj Who oppose it in the way Allah subhanahu wa ta'ala Said We shall keep him In the path That he has chosen And burn him in hell What an evil destination Towards the end Of his lecture Shaykh Bandar al-Khaybari Habithullah Mentioned the statement Of Allah subhanahu wa ta'ala فَبَيُّلِ لِلَّا وَأَيْ يَهْلِيَةِ يَشْرَحْ صَدْرَوْ لِلْإِسْلَامِ And whomsoever Allah Will to guide He opens his breast To Islam Subhanallah So with this The Shaykh Concluded with some Dua And I ask Allah subhanahu wa ta'ala That we benefit From the biblical lecture Of Shaykh Bandar al-Khaybari Habithullah Did you notice Dear students And teachers And faculty members Anything strange From the lecture Of Shaykh Bandar al-Khaybari Is there anything strange No Because It is all Quran And Sunnah Al-Waddi Saluf wa salif Radhanallah alayhi But the righteous Benecessors And the companions Where upon Aqulu qawlihaza Wa astaghfirullah Wa alaykum As-salamu alaykum Wa rahmatullah